بيرستاو وريدا سليم بعد المباراة الأخيرة مباراة الأين كانوا خارجين زعلانين الوضع كان عامل إزاي كواليسك فيها زلانة بس هما زعلانين الزعل الطبيعي أن هما ملاعبوش حتى كبتا محمد روضان كنت أتكلم معها فقال لك هو الزعل العادي لأساسه أنا ممكن أن أغبع محد فيهم المعلومة اللي عندي بيرستاو كانت مشكلته مع مفس الكوالاو الموسم نفات أن هو بيتم استبداله أو أن هو بيقعد احتراطي وبينزل المشكلة التي كبفت أن هو ما بقاش حتى يديره في بعض المباراة فدي من الأزمات اللي مخليها بيرستاو مدائج جدا بيرستاو بدأ الموسم؟ بدأ بعد كده بقيت المطشاطة ملعبش هو ما بيقدمش الأدوار اللي عادت ما هو بقى شايف أن هو كلاعب أو كنجم أنه ما ينفعش حتى أنه ما بقاش موجود في الحسابات ما بقاش موجود حتى أنه كنت بنزل الوبار وليه بالصبر المصري كان بديره لزل؟ بالظبط، المطش اللي بقى دي ملعبش بالظبط كده فدي من الحاجات اللي مزعلة بيرستاو هو كده يدير تركيبته ودي كانت نفس المشكلة اللي كانت موارسة كون الموسم الفات يعني حتى لما كان بيبدله في الدايئة 72 كان بيطلع زعلاني لما كان بيقعد على الدكة وينزله مثلا في شهر ثاني برضو كان بيبقى زعلاني فهو الوقت الموضوع كبير بالنسبة بيرستاو أنه حتى بقيتش تنزلني ولا بقيت حتى برديل ولا بقيت أساسي أنا مش موجود في الحسابات خالص فدي من الحاجات اللي مزعلة بيرستاو المعلومة عندي بيرستاو بدأ يشتغل على قصة خلاص العروض لأنه خلاص زي ما رسول أحمد قال ان ده آخر موسم ليه والمعلومة عندي ما فيش أي نية لتجديد لنادي الأهلي مع بيرستاو بيرستاو هيمش في هناير ولا هيمش في أخير موسم على حسب بقى اتفاق نادي الأهلي معي يعني وارد جدا زي ما رسول أحمد كان بيتكلم انه في يناير ان انا ممكن خلاص بالتباضي ان انا خلاص اديله الجزء الباقي من مستعاقاته 6 شهر ويبقى فيه بديل أجنب جديد بس ده بالنسبة اللي بيبستن هو بدأ صليم نفس القصة بدأ صليم برضو خارج الحسابات بدأ صليم حتى كان بيتكلم مع صوفيان رحيمي بعض المباراة على حتة عدم المشاركة على حتة انه كان بيتكلم على حتة انه انت ما كنتش موجود في الاحتفالية بتاعت اللعيبة ان انت خبكت ان انت غدفت ان انت بغم الهتفات اللي كانت جميل الأهل بتهتفعلك انك تكون موجود ومع ذلك انت ما كنتش موجود فبدا متضايق جدا أولا من المستوى ان هو حاس انه برضو ما بيقديش المستوى اللي يخلي مفس القلب يعتمد عليه وفي نفس الوقت هو متضايق ان هو مش موجود في الحسابات دي حيلا